اشتركوا في القناة التعليم لا بأس به لا بأس به لأنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأعمى ما لن يكون هناك فتنة والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بن حقيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وأذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد لكن إن حصل من هذا فتنة بكونه يتلذد بصوت المرأة أو كما قلت يحتك بها يدنيها إلى جمد المثلا ويمسك على يدها وما أشبه ذلك فإنه لا أجل لا من أجل أنه يحرم النظر إلى الرجل ولكن من أجل ما اقترن به من الفتنة نعم